حتى في قممها لم تعد تذكر هذا هو حال اليمن مع السعودية التي دعت إلى ثلاث قمم عقدتها في مكة عربية وخليجية وإسلامية لم تشر فيها كما هي العادة في قمم سابقة إلى وحدة اليمن أو استقراره ولا حتى إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم السعادة الشرعية كما تعرضت محطة أضخل النفط في المملكة السعودية لعمليات الهابية عبر طائرات دون طيار من قبل ميليشيات الهابية مدعومة من إيران اكتفى بياناء القمتين العربية والخليجية بالحديث عن التهديدات التي تطال المملكة من قبل ميليشيا الحوثي ومطالبة العالم بالإدانة والشجبة دون الحديث عن اليمن ذاتها التي تنطلق منها مهددات الأمن القومي السعودي وهو ما أثار استغراب الكثير من المراقبين كون إيقاف تلك التهديدات الإيرانية يبدأ من معالجة الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن تغاضي الدول المجتمعة في السعودية عن الاهتمام باليمن في جلاساتها وبياناتها الختامية عزز الكثير من الشكوك التي تتهم القيادة السعودية بالتعمد في ضعف الشرعية تحقيقاً لإبقاء اليمن ضعيفة في حديقتها الخلفية خصوصاً وأن الخوف من نشوء دولة قوية في اليمن هي فكرة سعودية قديمة تعود لتاريخ ولادة المملكة عملت السعودية والإمارات خلال السنوات الماضية على منع سيطرة الشرعية على المناطق المحررة من الحوثي ودعمت الدولتان إنشاء ميليشيات متمردة ومع أن هذه السياسة ساهمت كثيراً في إبقاء الأمن القومي الخليجي والعربي مهدداً إلا أنه لم يعد مفهوماً لماذا تصر الرياض على إبقاء اليمن ضعيفاً وممزقاً رغم أن ذلك يضر بمصالحها حاضراً ومستقبلاً الأمر الذي جعل سفير اليمن لدى بريطانيا يذكر بالمثل العربي الشهير في الصيف ضيعت اللمن ترجمة نانسي قنقر